موسيقى عزيزي المشاهدين الفقرة دي حنتكلم عن مجال ممكن يكون غريب جدا لكتير من سادة المشاهدين مع أنه مجال مهم جدا وانتشر بشكل كبير في الأوان الأخيرة مجال بلاط الفوم عشان كده حبيت يكون معي واحد من النخبة في المجال ده حيكون مشرفنا النهاردة المهندس جابر الدسوقي الأونر لبلاط فوم R&H سهلا خير يا شمهندس سهلا نور شمهندس أنا عايز أفع من حضرتك موضوع البلاط فوم لأن في ناس كتير ما تعرفش معنى الكلمة في البداية إزاي قدرت تتحقق النجاح ده؟ عايز أعرف بسم الله الرحيم أولا باط الفوم ده حاجة زي أقول كدكور خفيف أي حد ممكن يعمل بسؤولة جدا ثانية حاجة قدرت تحقق نجاح اللي هو حاجة جديدة في السؤول المصري بدأنا بعمل أول بدأنا بعد كده نيع لعبية البداية كانت كويسة كانت مباشرة اللي في ناس حابة الدكور الجديد حابة الشكل الجديد فلما بننزل حاجة جديدة بتخطف الآن شوالي طيب خليني أسألك في البداية أي موضوع أو أي مؤسسة بتبتدي لازم بتواجهها صعوبات عايز أعرف إيه الصعوبات اللي وجدتك في بداية الصناعة دي؟ حاجة جديدة الناس كلها تخاف من اللزء لأنه أعتبر اللزء يضاب الفيس الناس كليل تقولك هيفك بعد كده من الشمس طبيعي طبيعي ده يجب زين المشاهد فدي الأول حاجة كانت بتقابلنا فيها صعوبات لحد ما بدأنا نعمل ونصور ونأرد ونتكلم والعميل يضطوا مرة واثنين وثلاثة فدي قد ثقة بالنسبانا كبيرة ودي اللي أعتبر 95% اللي احنا قدرنا لبنى عليها بقية الشغلة بتاعنا كمان طيب خليني برضو أعرف من حضرتك دلوقتي أنا كعميل لما بكون خلاص أخدت القرار لأنا حركب بلات الفوم هل بيكون عندك فرايتي أو تنوع في المنتجات؟ طب أنا لو حبيت أن أنا أغير لون حاجة إزاي بنقدر يعني قولي الخطوات اللي حالك بتتباحها مع العميل لما يأخد قرار التركيب؟ أولاً العميل بتكلمنا عن طريق البيتج أو عن طريق الواتسا أو عن طريق التليفون تمام بنبدأ نتكلم مع العميل نشوف الدنيا معايا عاملة إزاي؟ من ناحية هو عاوز يركبها فين؟ أو إيه المشكلة اللي عنده؟ بنحاول بنحاول لو العميل بنقوله يرفعينا المأسات عرض كام في ارتفاع كام؟ تمام ونبدأ نكعبها ونحسبها لك بالنسبة للتركيب بيطلع له فني بيركب لها الحاجة طب بالنسبة للأزواء يعني أنا خليني أسألك هل عندك فرايتي أو تنوع في المنتج أن أنت تقدر تراضي كل الأزواء؟ ولا بيكون في أشكال معينة على حسب معيير المكان؟ أولاً تلع من أول مرات الفوم وما تلع من ثلاث سنين كان الأشكال السادة بس فقط اللي هو التوب الحجار اللي هو السادة تمام؟ اللي هو زي شبيه لده كده بالزبط تمام كان سادة كان قلوياً أبيض روز كم ده بدأ يتطور نزل منه الأشكال التانية حاجات زي كده بقيت تنزل زيت برضو فيه رسومات هندسية طب بما أن حضرتك ذكرت التوب الحجاري خليني أعرف منك إيه سر تميز التوب الحجاري؟ السادة كانت لحبت تجادب أي حاجة إيه أكتر حاجة بشوفها تعجبك؟ الحجاري مثل هو بيركف في جميع أنهاء الشقة بينفع على كل شكل؟ كل شكل يتركب معاك في الحمامات في المطابق عندي طرقة بيتركب غير الشكل ده الشكل ده بقى عاوز جنب في أنتريه؟ جنب صالون جنب روكنا بيبقى يديك شكل أكنه مركب ورا حائط أو بلاطات فيوتك تمام غير التوب، التوب بيديك شكل فرعوني يعني عملنا كده حيث أكنك مركب ميكا طب خليني برضو أعرف منك يا أستاذ جابر أنا دلوقتي لو حبيت أن أبتدي أن أركب بلاطة الفهم خطوات رفع المقاس وبعد كده التركيب الطايم لاين بتاعنا قد إيه؟ بحيث أن أنا أكون مستلم من حضرتك سواء كان مشروعي تجاري أو سكني كامل مكمل العامل بيكلمنا من نبدأ نزبط معنا معايد في خلال 48 ساعة للمعاينة أدي يومين تمام؟ بعد كده بنبدأ بند معايد الحسب معنا الشغل عامل إزاي؟ ممكن ندله معايد مثلا بعدها بيومين أو ثلاثة أو ممكن بعدها بيوم لو الاصطف معنا فاضي الأفرج قد إيه عشان العملية كلها تتم؟ في التركيب ولا من أول ما بيكلمني؟ لو من أول ما بيكلمني ممكن نقعد مع بعض أسبوع أسبوع؟ في التركيب يوم أو يومين لو حسب شقة كاملة ممكن نقعد فيها يومين لو غرفة يوم يعني الشقة كاملة بتاخد يومين؟ ممكن يوم على حسب على حسب مساحة الشقة قد إيه؟ يعني في شقة عاملناها خلينا نتكلم في الأفرج يعني لو نتكلم مثلا في الشقة ما بين 100 متر أو 150 متر لا 100 متر يوم 150 متر يومين ده كحد أقصى كحد أقصى ممكن نقعد ثلاثة أيام لو شقة أوسع فيها شغلة وقرات كتير فيها تقطاعات لأي أنت برضو لو بنيجي ركب البلد ده ما بيركبوه زي ما هو كده لا بيركبوه حاجة اسمها عاشي ومعشوق اللي أنت هنا كده لو جيت حطيت الحرف على الحرف زي كده مثلا تمام هيبان معنا اللحان الفاصل ده تمام؟ غير لما بلقبتها ده فطبعا شوق ده بيخل منك وقت في التقطيع طب شمانس جابر خليني برضو أقولك على حاجة كتير من المشاهدين لما أعلن زهور حضرتك سألونا فيها ايه طبعا الخوف من الرتوبة سواء كانت الرتوبة المائية أو الرتوبة الحرارية هل بلاط الفوم بيؤثر عليه موضوع الرتوبة بشكل كبير ولا بيمنحها؟ عايز أفهم منك الموضوع ده بشكل متفصيلي أنا أتكلم بمورد الله السؤال ده كذا حد يسأله والإجابة ده ممكن تزعل من الناس كتير بس اللي بيننا وبين العمير ربنا سواء تعالى اي حد يقولك البلاط الفوم بيتلزق احنا قلنا عندنا الرتوبة نوعين مائية وحرارية الحرارية الحرارية يتلزق عليه عادي تمام هتنظف كويس ويتلزق ننجي على الماء الماء مفيش اي حاجة تسد الماء يعني ملاش حال ملاش حال اللي يقولك لا ده هيمنع الماء قوله انت كذاب لسبب واحد الماء بتعمل ايه؟ بتاكل ذات نفسها المحارة وبتاكل معايا الطوب وبتاكل معايا لو فيه حديد هتاكله طب مش تاكل اللزق الفوم ده بتاكله الدهان فاصبح الماء ملهاش علاج العلاج الوحيد اللي احنا ممكن نشوف الماء دي بنحاول نحل المشكلة ما روح عنده عميلة بتحاول تحل اساس مشكلة الماء بعد كده تبتدي في خطوات التركيب ممكن تبقى السراميك السراميك ماشا مش ماشا السورس المشكلة اه طب بشماندس اي مشاهد فرج علينا دلوقتي اول حاجة عاديكي في دماغه هو انا بعد ما اركب بلاط الفوم هل مثلا ده بيكون لايف تايم مدى الحياة مدى العمر ولا انا بعد فترة معينة هحتاج ان انا اعمل سيانة وهحتاج ان انا اعيد تركيبه تاني عايز اعرف منك العمر الافتراضي لبلاط الفوم بيكون قديه انت سألت سؤال حلو اول هو اللي انا ممكن اعمله السيانة بعد قديه ده بترجع للخامة يعني على حسب نوعية الخامة حسب نوعية الخامة في خامات كتير اه يعني في عندك اسعار متفاوية كتير طب ممكن مثلا كزا عميل يسأل ليه تفاوية العصار صحيح؟ تمام مثلا حد بيشوف حاجة بجنيه وحد بيشوف حاجة بجنيه طب ليه؟ فهي دي النقطة اللي احنا اتكلم فيها اه اولا برضو انا في حاجة لحظتها يعني حضرتك كنت بتتكلم قبل التصوير وحابب ان انا اوضحها لستاذ المشاهدين في حالة ان انا لو مليت من البلاط فوم ممكن ان احنا نعيد تلوينه تاني يعني ان النقطة دي عايز افهمها من حضرتك بشكل كبير هل انا بيكون في ايدي الفرايط ان انا اغير شكله اغير لونه ولا الموضوع بيكون ازاي؟ لا بيه دي اغير لونه لذاته اغير اتراش اتراش بلاستيك بلاستيك او اي دهان ديكور يعني انا مثلا عن البلاط فوم لونه احمر حبيت ان انا اغير مثلا الديكور بتاع البيت اقدر ان انا اغير لونه بشكل عادي اه اتراش اجيبكم بروسة صغير او اممكن يدهن بس افضل حاجة ليه الراش وراش دي ما بتلك بلاستيك مي او دهان ديكور اي حاجة يدهن لأ تمام طب استاذ جابر حضرتك لما كنا ذكرنا الموضوع عبش مهندس ذكرتلي حال نقطة مهمة جدا ان في نوع من البلاطات الفوم بيكون 3D او بيديني شكل تخيولي قدام المشاهد ان هو واقعي اي زفة منك الموضوع ده في اجاز وممكن تعرض لنا برضو شكل الموضوع ده مش اجازة ياخد معنا دقيقتين بس عليك ماشي طيب احنا ممكن نقرد هنا دي حاجة 8 ملي دي حاجة 6 ملي دي حاجة 4 ملي تمام ده احنا ممكن نقول اسعار يعني ناس دلوقتي ممكن تخش تشوف تلاقي البلاطة ب25 جنيه وناس تنتبيحها ب45 جنيه طب ايه الفرق الفرق ايه هنا لو الكاميرا ممكن تبينينا الوضع اه هنا ده كده زي ايه دي تمام تمام هنا التخانة واضحة لو عملناها كده وبعينها كناها ورق صح تمام اهي دي اتلاقي مسكة نفسها شوية تمام ده اللي هو شوية 8 ملي الصح اه تحس ايه بلاطة تقيلة وتدي عمر افتراضي اعلى يعني حتى انت لو مسكتها ممكن توقيت سايه برضو بحيس اتا لا لأ وقاتينا يعني مش محتاجة مألمس هي واضحة جدا ممكن الكاميرا مش موضحها لا واضحة واضحة جدا يعني على الاعمل مجردة الموضوع واضحة جدا انا ممكن نعملها كده طيب فاهم فاهم طيب خليني برضو افهم منك موضوع 3D عشان ده موضوع مهم جدا وده يعتبر الدكور الحديث استخدام الرسومات 3D هل مثلا بيكون في فرق في الأسعار كبير هل بيديني فعلا الواقعية برضو خليني اقولك على حاجة المشاهد لما يسمع كلمة 3D هو فاكر ان هو اخد رسمة واقعية بشكل مبالغ فيه فاعيز اعرف منك حدود الواقع للموضوع ده ايه بالزبط هو حالو فيه 3D عبر احنا حاجتين فيه 3D اللي هو الباطل فوم وفيه 3D اللي هو المناظر الطبيعي تمام فالناس تقولك 3D اللي هو المناظر الطبيعي اللي هو حاجات زي كده تمام شغلي زي ده كده تمام ده كده هو ايه ناس سميه 3D فالناس بتكامع عنده ده كمان احنا عندنا الخامة بتاعته مختلفة يعني خامة مهما تمسك تقطع فيها ما تقطعش تمام دي خامة اسمه ناسيج جليتر ناسيج جليتر ناسيج جليتر ناسيج 100% دي صعب يتقطع فيه خامات تانية بتبقى أرخص منك لو جيتها عملتها كده تقطعت معي طب برضو عشان ابقى فاهم فيه نقطة احنا بتفرج علينا دلوقتي مشاهدين من كافة الفئات عايزك تقولي رنج اسعار يخليني ان انا اقدر اخلي بيتي يتشطب ببلاط الفوم بشكل حلو وفي نفس الوقت يبقى سائر مناسب هنا بقى منبتدي من كام لكام بس فيه حاجة بـ 25 وفيه حاجة بـ 35 وفيه حاجة بـ 45 يعني اقصى حاجة في الموضوع 45 ده 3D غير 3D اللي هو الورق تمام عندنا 3D بلاط فوم وفيه 3D ورق الورق بيتروح منك من اول 120 لحد 150 جنيه طيب شونس جابر فيه ناس كتير بتتكلم في موضوع اللازق زي ما حضرتك ذكرت في اول الحلقة هل لازق بلاط الفوم بيكون سهل ولا لازم يتعامل على ايد مختصين وفي نفس الوقت طيب هو اللازق ده بيفك ولا الكلام ده غير جدير تماما بالصحة هنا هل قلتلك اللازق بيفك في حالة لو انا لازق على رطوبة بتنشي عمية يعني هلا لازم موجود يبقى حضرتك هنا بتتكلم ان اللازم موجود مختص هو اللي يفضل يفضل او لو انا عندي المقدرة اللي اقدر الزق ماشي اوكي ممكن مثلا اه واحد بقولك لا انا اعرف عامله هو خامك برضو يعني سهل شوية لو حد عنده جرأة هلزقه كويس جده تمام بس كطريقة لازقه دي بتحتاج منه شوية وقت شوية وقت اللي هي فيها زوكة التركات التركات بتاعته اللي هي بخلي اللحام على اللحام بخلي اللي اقف كده اشوف الجنب كله لأ حاجة موحدة ما خليش حاجة طرعا حاجة طب شوانس جابر احنا دلوقتي برضو هنعرض المنتجات اللي موجودة عندنا ما بعد التركيل تمام وفي نفس الوقت عايز اسألك سؤال مهم جدا وخليني اقولك تسعين في المية من المشاهدين بتفرجوا علينا عندهم المشكلة دي تمام ثقافة الشراء اونلاين بقى فيها انعدام في الثقة انا عايز اقولك الكلام ده في مختلف الصناعات يعني انا كان معي قبل كده صناعات كتير عندهم مشكلة ازمة ثقة ما بينه وما بين العميل في الاونلاين واللي تسبب في كده ان انا ما باجي اشتري حاجة اونلاين على عرض الواقع بتجي لي حاجة تانية خالص تمام عايز اعرف منك ازاي بتقدر تواجه الصعوبة دي وازاي بتعتمد على التسويق اونلاين دي اكبر اكبر عقبة كانت بتقومنا في الاول لحد الحمد لله ما كسبنا ثقة العملاء بالرفيو اللي بنزع صفح عندنا اي عميل لما بيجي بيطلب حاجة بيبقى خايف منها انا طلبت حاجة الصورة بتاعتها حلوة فهمت يعني بتعتمد على الرفيوهات او ردود افعال العميل اللي جرب المنت ده دلوقتي بس قبل كده لأ كان صعب كل ممكن بقول لعميل المندوب هيروح لك شوف الخامة عجبتك استليمها بابتكش رجحها تانية يعني دي الحمد لله دي بتراه العميل شوية في برضو موقف حصل معي حد يركب بلطات فقال لي لأ الخامة تعبانة قلت له استحالة قلت له لأ جاب شغلي من بره وجيه بيتكلم بقول لي مش كيه دي عندك انت لأ مش كيه مش لعندي لان الحمد لله انا عندي ببيع البلطة وانا واصل فيها بالزبط انا عارف انا ببيع ايه انا عارف اين المنتج اللي عندي لان البلطة قبل ما بجيبها انا ده نفس بجربها فعشان كيه الحمد لله اما بكلم عميل بكلمه عن ثقة طيب خدمة ما بعد البيع ودي نقطة مهمة جدا لكتير من العاملة انا دلوقتي تم تركيب بلطات الفوم عندي تمام وابتديت اكتشفت وجود مشاكل اللون بتاع البلطة الفوم ابتدى يبهت عايز ابتدي ان انا انظفه ومش عارف عايز ان انا اغير الشكل واعمل تعديل هل بيبقى فيه امكانية ان بيتم التواصل معاك بعد البيع عشان احنا نعمل سيانة او ان احنا نغير الشكل وفي نفس الوقت طب انا لو عايز اكلمك لمجرد الاستشارة عايز مش عارف انظفه هل فيه قناوات اتصال متاحة عندك فيه اركام التلفات موجودة على طول 24 ساعة خليني اعرف من اخطوات التنظيف لالبلاوات الفوم تكون ازاي لان انا بنقول لك صوت المشاهد اللي معايا نظفته بسهولة جدا همم بحطة فوطة مابلوها مية وطواق فقط تغير الناس بتيحة تقول لك مش هيمتص المية دلازم لا من هنا عليه طبقة حمياء عليه طبقة هي اللي بتديرها طبقة عاملة زل البلاستيك المية كده تمام هي ده اللي الحمياء فدي مهما قادله عليا مية لو جبت زم قده خرطوم مية وعملت بالجنب ما يحصلوش اي حاجة احنا قلنا بيتأثر بحالة واحدة بس لو الميا بتجيله من هنا يعني من الـ أو الاشرع خارجية ما فياش اي مشكلة طيب خليني اقول لك دلوقتي فيه كومنت جالنا من مشاهد مهمة اوي بيتكلم بيسأل حضرتك هو موجود عنده عقار او شقة مشكلتها ان فيها انحناءات وتدريجات كبيرة جدا في الحيطان ده يقدر يعمل ايه مش عارف يركب بلاط الفوم طيب احنا امسكت بلاطة كده وعملناها كده عملت معي ازاي طبق عشان كده بتحلي معي المشكلة دي بمعنى بمعنى الحيطة عندي بيمشي مع الانحناءات بيمشي معي مده مست البلاطة دي فيه منها نزل كتناشفة شوية اجي عملها في دوران منو شفيتها تفك تاني طيب خلينا اسألك برضو الانحناء ده مش هيبقى ظاهر للمشاهد او مش حيبقى ظاهر لأي ضيف موجود عندي في المكان على حسب البلاطة اللي تركبت على حسب نوع البلاطة يعني كان فيه عميل كان عنده جنب كان هو يعتبر كان عاملها مغزن قفى الباب الصاج بقى الشكل عنده منبيه تغير الشكل تخش المكان مش حيبقى فركبنا فيه الشكل البلاطة دي فبتخفي الموضوع خفت المعي الموضوع قدم الشكل السادة يزر معاكم موضوع طيب انا شايف كمية منتجات مع حضرتك كبيرة جدا فيه فرايتي في الموضوع بشكل كبير خليني اقولك على حاجة ازواء الناس مختلفة فيه ناس بتحب الجانب الكلاسيك او الجانب الستيل وفيه ناس بتبقى عايزة الشكل المدرن للموضوع عايز اعرف هل الموضوع عندي بيبقى محجوز في الجانب المدرن او الام تريند زي ما بنقول ولا ممكن انا ككلاسيكوية تقدر تديني برضو حاجة كويسة او في نفس الوقت تديني شكل المستيل الانتين موجودين لو قلت اللي السادتك في الاول قلت لك كان بينزم منها السادة فقط دلوقتي تبقى عندك اصبح 500 شكل باشكال مختلفة بتصاميم مختلفة كده يعني عندما تبقى يخش ينقي يشوفه اللي هو عاوزه ايه بالزبط فدي ما فيهاش دلوقتي الاول كانت مقفولة على 11 شكل بالزبط لأ دلوقتي عندك 500 شكل طب خليني اسألك بالنسبة للموضوع الشحن طبعا انا عارف طبعا ان اي مؤسسة بيكون لها شركاء للمجاح عايز اعرف الشحن عند حضرتك بياخد مدة قد ايه وهل انا لو طلبت الوردر المؤسسة او المنظومة اللي حضرتك عملتها مين شريك نجاحك فيها في البداية اعرف بياخد وقت ديه في البداية بياخد وقت لو قاهرة او جيزة او المدن الجيدة بتاخد 24 ساعة او 48 ساعة حد اقصى تمام محافظات فيه محافظات بتاخد المحافظات زي بقوك القريبة من القاهرة بتاخد معنا برضو 14 ساعة او 48 ساعة المحافظات اللي هو السعيد ومرسى مطروح تمام وستينة وكام دا بقوك معك من اول 3 جيام لحد اسبوع لحد اقصى حد اقصى طب لو المنطق تضرر مش شحن ساعتها بيكون ايه الوضع بنحاول نحلها بنحاول نحلها يعني انا كعميل ما بيكونش انا السبب في حاجة هل ساعتها بنغير المنتج ولا بيكون ايه الوضع بمعنى انت قذك المنتج ان اثناء عملية الشحن المنتج تضرر لا دي بتبقى صعب شوية ليه لان احنا بمودينه ومغلفينه كويس جدا لانه اصلا بيبقى جاي كل بلطة يعني فيه معايير امان اه 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 معايير عاملينها عشان برضو بنحاول نحافظ عليها لان شركات الشحن لو الهنا مع المندوب يعني انا معاي مندوب خاص بايه هنا اللي هو بيديلي القاهرة والجيزة ومودين الجيدة ده بيروح بيوصلها بامان تمام المحافظات دي شركة شحن فانا بحاول اقامنها كويس جدا طب انا دايما بيكون لنا خلينا اقولك تيما في البرنامج وكل المشاهدين عارفين الموضوع ده ان احنا بنقدم عرض تسويقي من كل ضيف بيكون معانا عايز اعرف العرض التسويقي لحضرتك بتقدمه لكل المشاهدين برنامج حكاوي اليوم ايه ساعت بلط 8 ملي 40 جنيه بدل 45 و6 ملي 30 جنيه بدل 35 جنيه يعني هيكون العرض ده لسيري لغاية امتى لمدة 10 تيام لمدة 10 تيام شوانس جابر انا كنت سعيد جدا من اللقاء مع حضرتك بس قبل ما ينهي اللقاء انا عايز حضرتك فيه اجاز تقولي شركاء النجاح عندك مين شركاء اول حاجة زوجتي هي الفضل كان لها باستواء المنتج ده عن نت هي المسكة الاولاين تاني حاجة محمد اخوية والحج طاهر وعمر واحمد ايه واحمد حليم اللي هو مسؤول عن الشح تمام عزيزي المشاهدين احنا في الفاصل هنتفرج على كل المعروضات لشركة مهندس جابر الدسوقي بلطات فهم R&H مهندس جابر الدسوقي مهندس جابر الدسوقي اشتركوا في القناة شمانس جابر في نهاية اللقاء حابب حضرتك برضو توجه رسالة شكر خاصة للمكان لحضرتك كنت عايز توجهه للشكر أوجه شكر للراجل اللي بصراحة اللي فضل علي ربنا ثم هو اللي علمني المجال اللي دخني في مجال الدكورات كلها اللي زاوود كده اللي رباني من وانا عندي طموشرة سنة كده لحد دلوقتي ده اسم الحج محمد أزامل ده يعتبر أخويك كبير ووالدي وصديقه عمري بمعنى أصح ده الشخص اللي بحب أوجهه رسالة شكر شمانس جابر أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك عزيزي المشاهدين الفقرة الجاية حيكون معانا فقرة مميزة جدا هنتكلم فيها عن مجال الدكور والتشتبات مع المهندس محمد عبدالسطار انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة